موسيقى والله يجازيكم باخر توقفوا معايا تعاونوني نعمل هذه العملية قررنا ربي اللي يعلم بالحالة دياك ماخروش نعمل هاد الفيديو هذا تكنت وصلت بي الله ده شي قاسام بي الله ما عندي شي تباش انتخر فضل سافي ما بقى لأنه ما إنسان ما خد دمر الدم دينا عملية بين سكانر والعملية من يوم ضرفهم من يوم نصد العملية بين العملية وضيك سكانر السلام عليكم بخوتي كانت منا ما الله سبحانه وتعالى تكونوا باخر ومرحبا بموقع الطنجاوي اللي يجا عندي وديجا مشي أول مرة يجي عندي ديجا جا صور معايا من اللي كنت في كنينيكا في الطبية في العملية اللولى ودهبا من اللي دقت بي الحال ومجبرت تطلح لهم لرحمة وثاني عايت لهم نعملوا وحن نيدا بخوتي المغربة والمحسينين باش يوقفوا معا ختم كاريمة في هذه المحنة اللي كنا نمر فيها كنت عملت العملية اللولى ديالكلوها كانت مرتط لي بتعف عملت القايحة يعني صدت وتعام كانت مرتط بزاف وعمرت بالحجار و السبب اللي خلت مرة تندقة الدرجة هو انا مشلولة ما كان حشي يعني ما عنديش الاحساس و اخاك انتو مريكان مريط وهذا ما كان حشي بان كل وقت حرقني انا ما عنديش الاحساس و النهار اللي طحت مرة في الفراشة زونيني جبروك الوامريطا هذا هو السبب باش خلاني قلوا لك دابت من العملية عملت العملية اللي ولها اخوتي المغربة والحمد لله ربي يسر فيها و اعطوني من هنا شهرين خلصني نعاود لعملية تانية لان اخوما عملوا لي واحد تيوف طهري خارج من كلوة هو هادا هاد تيو هادا هو هادا اللي عملي لي خارج لي من الطهر ديالي في الكلوة و داباد تيو هادا صفي تعفن يعني ملت تعفونه توري حاد الخنز خارجه منه حشاكم و دابا خلصني ضروري نعاود لعملية تانية دهد تيو هادا نيس خلصني نعاوده يعني اما يعاودوه لي متجديد يا اما يزولولي و اختكم مرة ما خدامة مردامة مطلقة وعني الوليدات يعني ما كيخدم عليها حد كعيشة غير مع الناس الجوة دا دابا كانت منه نتمنى بخوتي اللي الغربة اللي شاف هذا الفيديو الله يرحمكم الوليدين والله يجازيكم باخر توقفوا معايا تعاونوني نعمل هذه العملية و انا رب الله يعلم بالحالة ديالي و انا دابا مشكلة مشي غير العملية بقوة غير رف الفرش فالفرش ترد اجنابي كاملين تطابوا لحما كطير بوه ديتا رقصة من بلا الحالة ديالي رب الله يعلم بيها و انا دابا عملية بين السكانير و العملية من يوم ضرفهم من يولو نصد العملية بين العملية و ذيك سكانير لان دابا عملية بقوة غير رف الفرش فكي يشوفو لك اما عيزولو ذيك تسيو هيشوفو لحساب السكانير اما عيزولو شي عيبدلوهم جديد يعني ولا كانت اكيله باقي خصاة صفة خليوه خصومي يبدلوهم جديد لان نصافي ا هذاك مشاع اشكر الناس الذين كانوا تعاونوا معي و تعاطفوا معي في الفيديو اللولاني اللي كنت في الطبيب وبها كنت كان على جراسي هذي الايام لان كل 15 يوم كنت كان عمل سكانير وذلك سكانيرات بهمية طرفنا كمعة جيبوا الانسان ما خد دم ما رده الحمد لله جبارت خوتي المغاربة حنوفية وكنت كان شريت دواء ديالي وده ما وقفت ما عندي شي قاسم بالله ما عندي شي تباش انتخار فضل سافي ما بقى لانما انسان ما خد دم ما رد دم انا تابني او لما كان شي واحد مرة دخلتوا لي من المدرسة كان هيبقى لي بالقراية حرزت لاش بعد ذاك المرة مسكينة يلي كتقره لي ومكلفة لهم بالمدرسة ديالو كانت لما الله ربي حنوا قلوب المغاربة ويعونوني ووقفوا معي قال انا ما اخروش نعمل هاد الفيديو هادا تكنت وصلت بياللحظة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة